دون موافقة الحكومة السورية جدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء ترخيص دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي التي يسيطر عليها مقاتل المعرضة في سوريا ويجيز القرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع إدخال شحنات مساعدات عبر معبرين في العراق والأردن ومعبرين في تركيا يؤديان إلى أراضي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ويستمر الترخيص الجديد 12 شهرا ودع القرار إلى مواصلة العمل بآلية مراقبة لتحميل قافلات المساعدة في الدول المجاورة والتي تؤكد للسوريا أن القافلات تحمل بالفعل مواد إغافة إنسانية ودنى المجلس في القرار معوقات توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط الأمامية فيما عبرت دول المجلس وعددها 15 عن قلقها البالغ من وقع مناطق في سوريا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصر وقال المجلس أنه يؤيد خطة عمل واسيط الأمم المتحدة لسوريا ستافان ديمستورا لتضييق وقف لإطلاق النار في بعض محافظات سوريا ومن المحتمل أن تكون مدينة حلب نقطة الانطلاق لهذه الخطة وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون سوري يحتاجون الآن للمساعدات الإنسانية